وحياكم الله بكل خير لكل مشاهدي الإخبارية القاهرة الإخبارية لنبدأ ببعض الأرقام على اعتبار أن أحاديثنا منذ الأيام السابقة كانت تتوقف عند العديد من الأرقام وأن تحدثنا عن 17 يوم 17 عام و50 عام و75 عاما وبقبل كل هذا وبعده هناك سبعة أعوام إلى كل من يتساءل 17 يوما هو عمر الانتكاسة الأولى لإسرائيل منذ طوفان الأقصى و17 عاما كان عمر الانتكاسة في حربها مع لبنان أما منذ خمسين عاما فكانت انتكاستها في حرب تشرين حرب أكتوبر 75 عاما هو عمر هذه القضية القضية الفلسطينية بشعبها المتمسك والمتجذر بالأرض سبعة أعوام هي عمر الطفل يوسف الذي رحل والذي تتناقله جميع وسائل الأعلام لأنه رحل وهو جائع جائع للقمة يسد بها رمقه قصفه المحتل الإسرائيلي رحل ليس فقط لأنه يريد لقمة وهو جائع للطعام هو جائع لبعض من الدفء جائع لبعض من الأمان وجائع لبعض من الحياة وكم يوسف موجود على الإراضي الفلسطينية لا نعرف اسمه ولا نعرف حكايته وما الذي حل به ومن أجل هذا ومن أجل أن لا يستمر يوسف كل يوم بأن يكون رقما نحن هنا معكم والعالم والضمير العالمي احتكم لإنسانيته وهو يتحرك اليوم في كل الميادين وفي كل الأماكن ليواجه ما يفعله المحتل الإسرائيلي إذن يوسف الذي رحل وهو جائع قد كان أقوى مما يفعله المحتل الإسرائيلي من تجويع وترويع وقتل للأطفال نحن معكم ترجمة نانسي قنقر